تواصل الميليشيات الحوثية تمسى كل ما يمت للنظام الجمهوري بصلة معتقدة أن محاولاتها ستنجح وفي خطوة جديدة ضمن مساعيها هذه أقدمت على تحطيم نصب تذكاري على صلة بالثوار الجمهوريين في محافظة حجة وقالت مصادر محلية أن مسلحي الميليشيات الحوثية اقتحموا الليلة الماضية مقبرة الشهداء بميدان حورة التي دفن فيها ثوار الجمهورية وحطموا نصب التذكاري للجندي المجهول في محاولة بائسة لمحوي وهج الثورة والجمهورية من أذهان اليمنيين والانتقام من الثوار حتى وقد صاروا رفاة في الأرض